هو السؤال مشترك لكم أنتو اثنين بس أسأل أخوي راكان بما أنه طلع معك واشتهرت مع بعض تقريباً بكونكم أنتو قروب طيب أخوي راكان هل عانيت من اللي حولك بسبب الشهرة؟ يعني قلولك يا أخي جاك تنمور جاك كلام سلبي محطمين لك بسبب الشهرة كيف كانت ردت فعلك؟ هو جاني بس أنا ما أعتبره تحطيم ولا أعتبره تهجم أخذه من باب مزح لأنه أعرف أن الشخص هذا اللي يكون قيل لي ما هو من قلب هو كذا شخص وعرفه ما أنا زي ويعني ما قصدك أنه محارب وزي كذا لا الحمد لله طيب حلو طيب أخوي ياسر نفس السؤال هل عانيت يعني مثل ما تقول مشاكل أو مثل ما تقول قلولك لا خلص اترك الشهرة هذه واتجه المجالك الثاني اللي هو دراستك وإلى آخره جداً جداً واليوم كل يوم يعني عانيت حب قلو أنا أنا شخصياً والله عانيت ومسي عليهم بالخير ومش طيب ليش يعني قلولك اترك الشهرة ومش كان السبب؟ ولك كذا فاضي يعني قل لا إلى الله كل واحد وجهة نظره الصدق كل واحد وجهة نظره في ناس ما تبي يدخلوا في مجال السوشي الميديا بس ما أعتبره شيء بالعكس نجاح لي ترى بالله العظيم طيب أخوي ياسر بما أنك جبت طاري الشهرة وزي كذا فأكيد تكلموا على مقطع من المقاطع اللي انتشر لك بشكل واسع حلو؟ إعلان أم أنه كان مقطع فكري ينزل بحساباتكم طبعا انتشر مقطع يعني هو ما أدري وش المقطع بس واضح لالجمهور مقطع منتشر بشكل واسع إيه وقوة بعد إيه إعلان وكان الإعلان مدفوع بعد إعلان كان إعلان ومدفوع بعد لأن الناس يحسبونها فكري إيه إعلان ومدفوع وفي السوشيال ميديا تأتيك إعلانات تأتيك إعلانات تأتيك إعلانات تأتيك إعلانات معرض لكل شيء صح طبعا حصل لك تهجم من بعض العينات ويعني مثل ما قالوا لك يعني حصلت لك مشاكل بسبب هذا المقطع اللي انتشر بشكل واسع لا بالعكس يمكن على ما قالوا انتقادات ودامها إعلان مدفوع ورزقي المقطع انحدف طبعا أيه ترى ما هو موجود في التوصل الاجتماعي بالمرضة المقطع انحدف انحدف